طيب الآن نتكلم على الليميتس الليميتس في السيكونس زي هذه الليميتس اللي أخذناها في تفاضل واحد وتفاضل اثنان طيب احنا قلنا أخذنا درسين في التفاضل وتذكروا الليميت لما الاكس لك هنا عندي ان ما يفرق ما هو حرف يعني اوكي نكتب لكم كذا ملخص الليميتس ماذا فرق بين السيكونس والسيري السيكونس قلنا العدد يكون بينه فاصلة بين كل عدد عيد وفاصلة اما سيريز بين كل عدد وعدد تمام علامة الجمع طيب الليميت عندنا رح نتدرس الليميت لما الان goes to infinity اوكي حيكون عندك جوابين لللميت هذي اما يعطيني ال ايش يعني ال معناته اي عدد يعطيني رقم يعني يعطيني ناتج او يعطيني موجب او سالب ما لا نهاية اوكي طيب اذا كان يعطيني عدد الناتج لما الان goes to infinity معناته هذي سيكونس كومفيرج معناه كومفيرج معناته متقاربة اوكي طيب اذا اذا طلعت عند الجاوب موجب او سالب معناته هذي دز نت اكزيست معناه دز نت اكزيست معناته هذي سيكونس دايفيرج معناه معناته متباعدة يعني ما لها ايش ما لها الميت طيب نفس القواعد اللي اخذناها فاكرين في الميت اول شيء هذي واضح ان شاء الله اوكي طيب اذا كان لها عدد فاقول لكم اذا كان جاوب موجب سالب ما ايش فاقول ليش دايفيرج طيب احنا عندنا اخذنا في السابق في 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 تفاضل واحد اتوقع لمت لما اكس خلال نقول اكس عادي قوة سو انفينيتي اذا كان عند لحظة معايا دالة قسمة دالة حلو الجواب يكون عندي يعني اذا طلع معايا شو اول شيء اعود صح كنا الاصل في النهاية عوض المباشر لما نعوض حلو حيطل معايا الجواب موجب او سالب مال النهاية حلو موجب او سالب مال هذه قيمة غير معرفة صح فاش كنا نسوي كنا نسوي التالي اما عندنا حالتين اما نستخدم الكابيتال رولز او اللوبيتالز رولز الكابيتال رولز اذا ما كان عند لين ما في لين بالسؤال ايش هو ايش هو الكابيتة الرولز ااخد اكبر 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 قوة في البص نقول اكبر قوة في البص على اكبر قوة واخذ معاملاتهم حلو اللوبيتال اشتق البص نقول اشتق البص لحال واشتق المقام لحال ، ولا واضح هيத اذا ق Lord ما لا نهاية عن ما لا نهاية الصيغة الثالثة إلا كيف مرت علينا؟ إذا كان عندي الجواب ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية هذي قيمة غير معرفة، ورح تجعيني تلات حالات إما إذا كان عندي الجواب ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية قيمة غير معرفة fö وحد مقامات أوك اوحي مقامات ,أخذ عامل مشترك هذا أميته يكون إذا كان عندي كثيرة حدود بولينوميال على بولينوميال أو أن أضروف في المرافق أضروف في المرافق إذا كان عندي جدر في البص أو المقام واضح هذا ملخص الليميتس حلو؟ طيب كمان أذكركم بحاجة مرة عينة حل سريع إذا كانت لكس سوية ما لا نهاية ولما جيت عوق طلع الجاوب ما لا نهاية على ما لا نهاية سواء كان موجب أو سالب الحل عندي ثلاثة حالات أقارن أكبر أس في البص مع أكبر أس في المقام حلو؟ لكان الجاوب عندي موجب ما لا نهاية أقارن أكبر أس في البص مع أكبر أس في المقام إذا كان عندي درجة أكبر أس في البص البص أكبر من المقام فالجاوب سيكون عندي موجب أو سالب ما لا نهاية إذا كان عندي المقام أكبر من البص كاس فالجاوب حيكون عندي ايش زيرو. اذا كان عندي دررة الاس في البصد تساوي دررة الاس في المقام. الجاوب عندي ايش فاخذ المعاملات. معامل اكبر اس في البصد مع معامل اكبر اس في المقام وطلعي هذا الجواب. هل طريقة سريعة. مواضح ان شاء الله. هل طريقة سريعة. تعالوا نحل. تعالوا نحل الاكزامبولز اللي عندكم. نفهم الفكرة. يلا بسم الله. تكلم على الليمت. السؤال هنا اقول لك. طيب. ما عليك ان كانو اكس. ان تربيعي زايدا خمسة. ان تكعيب على اثنين. ان تكعيب زايدا ثلاثة. مضروبة في الجدر التربيعي الاربعة. زايدا. ان والستة. حلو. نبدأ بسم الله. هل ناخد ورقة كذا. ونحل. يلا. ليمت. نطبق الليمت اللي اخدته في التفاضل. لما الان goes to infinity. ان تربيع زايدا خمسة. ان تكعيب على اثنين. ان تكعيب زايدا ثلاثة مضروبة في الجدر التربيعي لاربعة زايدا ان والستة. حلو. نقول نرسلوا في النهاية التعوض المباشر. لما نعوض بالما لا نهاية مكان كل ان. حيطل عندي ما لا نهاية زايدا. مضروف في ما لا يعطيك البصل ما لا نهاية. حلو. المقام. لما نتعوض هنا بما لا نهاية اثنين في ما لا نهاية زايدا. هذا الجدر تحض جوه ما لا نهاية زايد ما لا يعطيك ما لا نهاية. اذا قيمة غير معرفة. طيب. انت عندك الان ما لا يعلم ما انا عندك تلاتة حالات. اما انك تشوف اكبر رسط في البصل. مع حالتين الطريقة السريعة اكبر رسط مع اكبر رسط في المقام. وتشوف تشوف ايش 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 مين اكبر من الثاني. ثلاثة حالات قلنا. طيب. اول شي لحظة معي خلينا افك اول شيء المقام. البصل مبسط ما فيه جذور. فاقول للمت. راح لها بطريقتين. طريقة سريعة. وطريقة اخذ اكبر رسط في المقام. واكسم واكسم. كل حول على اكبر رسط في المقام. لمت. لما الان. قوز انفينتي. البصل يبقى زي ما وانا بابدأ حل. ان تربيع. زايدا. خمسة ان. تكعيم. على. هيركزوا معايا. اتنين. ان. والثلاثة. زايدا. لحظوا معايا. الجذر التربيعي. لاربعة زايدا. ان والستة. ممكن نفكه على الشكل التالي. اربعة زايدا. ان. والستة. الكل اس نص. مو الجذر التربيعي يتحول الاس نص. اقدر اوزع الاس على حدين. اربعة اس نص. ما نتفل الجذر التربيعي لاربعة. ونعرف هو اتنين. صح? فس عندك هنا اتنين. زايدا. ان والستة. الكل اس نص. اس داخلي. اس خارجي. الاس الداخلي ستة على اتنين. ستة على اتنين. ستة على اتنين. كون فيها ثلاثة. صح عندك ان والثلاثة. حلو? فانا ممكن اكتب الكلام هذا على الشكل التالي. ان يساوي اتنين. زايدا. ان والثلاثة. حلو? صح? هذا. هذا الجذر. عندك هنا ثلاثة. فس عندك ثلاثة. فق قوس. الجذر صح عندك اتنين. زايدا. ان والثلاثة. حلو? هلان بسطه عادي. البسط بقى زي ما هو لمت. لما الان تربيع زايدا. خمسة. ان تكعيب. على اتنين. ان والثلاثة. هذا الثلاثة. نضرب في الاثنين وفي الان تكعيب. زايدا. ستة زايدا. ثلاثة. ان والثلاثة. اجمع ثلاثة مع اتنين. يعني اعطيك خمسة ان والثلاثة في الباص مع المقام. لما الان. نقول سوى انفينيتي. الان تربيع زايدا خمسة ان تكعيب اتنين زايدا ثلاثة عطيك خمسة ان تكعيب زايدا ستة هيا لحظوا معايا الآن اقارن اكبرش في البص عدم مودنا هنا هذا. اكبر هو اكبر سوى المقام دا. قلنا عندنا ثلاثة حالات. اما ها. عندنا ثلاثة حالات. اذا كانت الريكس سوي الى ما هي نهاية وطلع الجاوب لما عودت موضة نهاية على ما هي النهاية. اذا كان البس كأس اكبر من المقام. الجاوب هيكون ايش? موجب حساري بما هي نهاية. الحالة الثانية اذا كان يدرجت اكبر رس في المقام اكبر من اكبر اس في البس الجاوب يساوي صفر. الحالة الثالتة اذا كان الاس في البس اكبر بس اكبر اس في البس وقرمه مع اكبر اس في المقام. اذا كان الاسين مستاوين عن هاتف 3 3 2 2. فايش اسوي اخذ المعامل على المعامل. اي حالة هادي? والله الحالة الثالتة مصعب. شوفوه. عندك هنا إنس ثلاثة وإنس ثلاثة متساوين فأخذ معاملاتهم يعني يساوي لجنب الإنس ثلاثة كم خمسة في المقام جنب الإنس ثلاثة كم خمسة خمسة على خمسة والجاوة يساوي واحد واضح إن شاء الله طيب هذه الطريقة السريعة الطريقة الثانية أنه إيش أقسم الكتاب أقسم على أكبر أس في المقام لجميع الحدود إيش يعني كلام ده شوف أكبر أرش المقام خذوا قسموا على جميع الحدود بس مقام حلو فنرجع نحل للسؤال لما الإن goes to infinity إن تربيع زايدا خمسة إن تكعيب على اثنين إن تكعيب زايدا ثلاثة في الجذر جذر أربعة زايدا إن والستة حلو هلحظوا معايا الآن هنا حيكون عندك التالي أكبر أس إنت عندك هنا أكبر أس عندك هنا بغض النظر إنك تفكوا أو ما تفكوا إيش في الأكبر هو المقام في مقام أكبر أس عندك عندك أن نو ثلاثة نو ستة صح فإن تقسم كل الحدود على أكبر أس عندك في المقام هو نو ستة خذه كامل نو ستة قسمه على بس المقام حلو يلا الآن نشوف أول شي أو معنى آخر معنى آخر إنت ممكن ركزوا معايا الآن هنا مو هذا لما نفكيناك جدر صار عندك هنا اثنين زايدا نو ثلاثة صح أكبر أس عندك في المقام عندك نو ثلاثة ركزوا معايا بعد ما بسطوا إذن هاخذ هذا الأس قسمه على جميع الحود نص مقام يلا بسيط نقول لما الان goes to infinity يلا قسم كل حد عندك على الان والثلاثة ان تربيع على الان والثلاثة زايدا خمسة ان تكعيب على الان والثلاثة في المقام اثنين ها اثنين ان تكعيب على ان تكعيب زايدا ثلاثة ها ثلاثة جوه هنا اربعة حلو تبا تخليها خلاص فكها يعني عادي يمتك تخليها زاك ثلاثة ها عندك هنا اثنين زايدا ان والثلاثة على ان والثلاثة والثلاثة حلو ها راح معايا راح السين من هنا مع السين صار عندك هنا واحد على ان حوض بما نهاية عدد هذا لازم تعرفوه عدد على ما لا نهاية الجواب بيسار وصفر حلو وين راح الان تكعيب مع ان تكعيب بقي عندي في البص لما الان قوس خلاني نكمل نبسط المقام راح ان تكعيب مع ان تكعيب حلو هنا فك القوس هذا فكه فكه خلاني نفكه نقول لما الان قوس وانفينيتي خلاني نرجع على زي ما هو ان تربيع على ان تكعيب زايدا خمسة ان تكعيب على ان تكعيب على اتنين ان تكعيب قسم كل حود على ان تكعيب زايدا ثلاثة في اتنين ستة زايدا ستة زايدا ثلاثة ان تكعيب حلو قسم كل حود على ايش ان تكعيب هنا على ان تكعيب زايدا على ان تكعيب حلو واضح يلا الآن أعوض عن كل أول شيء في اختصارات حبتين ملأس هنا راح حبتين بيقى عندك واحد على إن راحة إن تكعيب مع إن تكعيب هنا في المقام إن تكعيب مع إن تكعيب أوكي هنا راحة إن تكعيب مع إن تكعيب حلو الآن أعوض عدد على ما نهاية هنا صفر صحيح عندك هنا في البص صفر زايدا خمسة المقام اتنين زايدا عدد على ما نهاية أعطيك صفر زايدا ثلاثة حيطل عندك البص خمسة المقام اتنين زايد ثلاثة خمسة خمسة على خمسة رجال واحد واضح إن شاء الله الطريقة اللي تعجبك حلة أنا أشوف الطريقة لسه هنا كيش تفوك أول شيء الجدر دا وتقاري أن أكبر رسل بص معك برسل المقام حلو وإذا كانوا مستعدون تأخذ مع المعامل مع المعامل واضح إن شاء الله اختر الطريقة التي تناسبك طيب نشوف الأسؤال الثاني عندكم في سلايد عشرة يلا limit ها لم ال-n goes to infinity ل-n زايدا واحد تربيع على الجذر التربيعي لثلاثة زايدا خمسة n تربيع زايدا 4 n وستربعة إيش رأيك تتبع تحلى بطريقة سريعة يلا أول شيء أني فك فيك إذا عندي مثلا أقواس أفكها جذور حوية الأسس يلا يساوي هذا مو على صيغة A زايدا ب تربيع كيف أفكه الأول تربيع زايدا 2 في الأول في الثاني زايدا الثاني تربيع يلا يساوي أقول limit لما ال-n goes to infinity يلا ال-a هو n يصر n تربيع زايدا 2 في الأول في الثاني يعطيك 2 في n في واحد زايدا 2n زايدا واحد طيب هذا كيف تفكوا المقام تعالوا كده على هامش الجذرة تربيع لي 3 زايدا 5 n تربيع زايدا 4 n و 7 هذا يمكن تحول ال-us نص صحيح عندك 3 زايدا 5 n تربيع زايدا 4 n و 7 وزع ال-us على كل الحدود 3 وص نص 3 أو جذرة تربيع لي 3 كله صح 3 وص نص زايدا هنا n تربيع هذا مو أس داخل أو أس خارجي يعني نقول لك n 5 n تربيع الكل أس نص الأس الداخلي نضرب مع أس خارج عندك 5 n وستنى لتاني 5 ونص 1 حلو طيب الحد التالت 4 n أس أربعة أس نص يساوي أضرب ال-us الداخلي ما سأخارج عندك 4 n أس أربعة على 2 4 2 كن في 2 سأخذ 4 أس n تربيع حلو أجل أكتب هذا الكلام هنا فيصل عندك يساوي 3 وص نص جذرة تربيع لي 3 زايدا 5 n زايدا 4 n تربيع حلو واضح إن شاء الله فأجي فوق هنا هذا مفكوك بهذا الشكل يلا الجذرة تربيع لي 3 زايدا 5 n زايدا 4 n زايدا عندكم هنا دقيقة أربعة هلو أربعة إن تربيع سوري سوري خلينا نكمل هنا هنا لاحظوا معايا نوزع الأس على الأربعة والإن تربيع أربعة وسنص ضرب إن تربيع أربعة وسنص يعباره عن جذر التربيع إلى أربعة ضرب إن تربيع ويساوي جذر الأربعة أعطيكم إثنين إن تربيع واضح إن شاء الله فهنا سيكون عندكم زايدا إثنين إن تربيع تعال نكتب هنا خلاص زايدا إثنين إن تربيع يلا الآن خلال بسط فكفت كل الأقواس الآن أنا أشوف لما نتعوض ركز لما نتعوض الآن عندك هنا بالما لا نهاية حيطل عندك في البسط ما لا نهاية المقام ما نهاية إذن رح أشوف أكبر رصف البسط مع أكبر رصف المقام مين أكبر رصف البسط والستنين مين أكبر رصف المقام والستنين بما أن البسط يساوي المقام إذن أخذ أخذ المعامل معامل البسط عندك هنا واحد معامل المقام اثنين فالجاوب يساوي عندك خذ معامل أكبر رصف البسط واحد معامل أكبر رصف المقام اثنين والجاوب يساوي نص بس حلو واضح تبع تمشي بالطريقة الثانية انك تكسم تكسم على اكبر اس في البص واكبر اس في المقام يعني تكسم على اربعة تكسم على اربعة هذا اللي يعجبكم حلو واضح ان شاء الله طيب الطريقة الكتاب هذا الجاوب اللي اعلمتك الطريقة الكتاب ايش يقول لك هيا شوف يقول لك اخذ اكبر اس في البص اقسمه شوف طريقة كتاب يقول لك اذا كان عندك قوس يعني قوس مرفوع يعني قوس مرفوع لس تمام في البص والمقام كان عندك اوكي فيه جدر مثلا جدر تربيعي جدر تربيعي فطريقة علمية يقول لك اقسم على اكبر البص اقسم على اكبر اس في البص واقسم على اكبر اس في المقام انا اقول لك الطريقة حقها هذه اسهل فك الجدر وخلاص طيب تعالوا نحلها بالطريقة طريقة كتاب لك limit لما ال n goes to infinity لي n زايدا واحد تربيع على الجدر التربيعي لي ثلاثة زايدا خمسة n تربيع زايدا اربعة n وسربع طيب اول شي فق فيك البص فق فيك البص حبارة عن اول تربيع زايدا اثنين في الاول في الثاني زايدا الثاني تربيع المقام خليزي ما هو الجدر التربيعي لي ثلاثة زايدا خمسة n وسربعة زايدا اربعة خمسة n وس اثنين زايدا اربعة n وسربعة طيب الآن بما انه انت عندك كان قوس مرفوع لس وفي المقام جدر فالانا افصلهم عكس السؤال الثاني السابق حلو لنك انت بسطت البص فأول قسم علىك برس في البص لحال وقسم علىك برس في المقام لحال يساوي عندك limit هالطريقة العلمية limit لما ال end goes to infinity يلا هنا هنا اكبرس عندك في البص بس اثنين فقسم كل حدود في البص على اثنين على انتربيع انتربيع على انتربيع زايدا اثنين على انتربيع زايدا واحد على انتربيع هذا البص الآن تعال في المقام سيبك من لا تفك الجدر جوه الجدر من اكبر اس انه سربعة فقسم على انتربيع ما تقسم على معامل وتقسم على المتغير المرفوع الاكبر اس يلا جوه الجدر ثلاثة على ان وسربعة زايدا خمسة ان تربيع على ان وسربعة زايدا اربعة ان وسربعة على ان وسربعة الآن عندي اختصارات هيشوفوا ذا راح معدها صار واحد ان وسواحد راح صار عندك اثنين على ان البصد ما هو المقام عندكم حلو لاحظوا معايا ان وسربعة راح مع ان وسربعة صار عندك واحد هنا راح اثنين من الان صار عندك اثنين فصندك ان تربيع في المقام حلو صار عندك يساوي لمت الآن عوض لمت لما الان جوستو انفينيتي هنا عوض هنا واحد في البصد واحد زايدا اثنين على ان هنا صح عوض بالماء عدد على ما نهاية صفر زايد صفر هنا عدد على ما نهاية صفر حلو على الجذر التربيعي عوض هنا بالمكان الماء نهاية عدد على ما نهاية صفر زايدا عدد هنا خمسة هنا خلين نطل عندك خمسة على ان تربيع عوض الماء نهاية عاية علمانة هي بصفر زايدة جدر كم هنا نعطيك أربعة بس زايدة جدر أربعة إذا حط لديك البسط واحد على المقام جدر أربعة ويساوي واحد على اثنين واضح إن شاء الله واضح الفكرة هنا إما تستخدم التبسيط أو إذا كان عندي لحظة البسط مبسط لحال والمقام فيه جدر فأقسم على أكبر قصف البسط والمقام حلو طيب إذا كان عندك حلو بعد ما تبسط الجدر يعني زي السؤالة السؤالة التانية إذا كان عندك البسط تحتاج تبسيط وكان فيه قوس مرفوع لوس والمقام كله جوه الجدر فما يحتاج نتسوي شيء خلاص الفكرة في السؤال هو إذا كان عندي حالة جوه الجدر وحالة جبره الجدر فلازم أخلي إيش أبسط الجوه الجدر طيب عندي إيه السلادة أما حلو أما إذا عندك في السؤالة التانية عندي يشوفوا المقام كله تحت الجدر البسط كله مرفوع لوس فأفك أول شيء البسط وأخلي المقام زي ما هو أقسم على أكبر رصف البسط لحال وأقسم على أكبر رصف المقام لحال حلو واضح إن شاء الله يارب تكون واضحة هذه المسألة نرجع ونشوف الآن هذا خلاص من التاني من إيش هذا السؤال الأول حلو إن على إن تربيع كيف نفكها؟ نفك العداد فتقول يساوي مثلا نسميها فقرة إيه؟ عوض على إن بواحد واحد على اثنين وستنين يعطيكهم واحد على أربعة زايدا 夜 نعوض بالـ إن Bank ساوي اثنين اثنين على أثنين ستنين يعطيك ули backside 2 على أربعة زايدا الـ N by 3 عوض في البس ب 3 ثلاثة على اثنين ستنين أربعة زايد عوض الـ N بأربعة يعطيك كامل البس أربعة على اثنين ستنين أربعة زايد عوض الـ N بخمسة خمسة على أربعة زايد أنزق حلو طيب تعالوا في الفقرة انا برضو تمرين عادي قلي انا اعطيك الصيغة هذه فكلي اياها فك العداد حسب العداد معطيك اياه. ما العداد معطيك واحد. خلاص تعوض هنا يلا. لما تعوض اول شي بسالب واحد وسواحد يعطيك كم سال الوس الفردي يخلي الاشارة سالبة زي ما هي. يعني مثلا بنقول ان يساوي واحد خلينا نحلها هنا. سالبا واحد وسواحد على واحد. يعني كم الجواب يساوي سالب واحد. هذا الحد الاول. الحد الثاني. وضلا به به ان يساوي اتنين. لتفك العداد سالبا واحد وس اتنين على اثنين. اذا كان الاس زوجي طير السالب عندك واحد على اثنين. هذا الحد التاني بالموجب. يعني يساوي تلاتة تبدأ ٩ العداد رقم ثلاثة سالبا واحد والثلاثة على ثلاثة الوسط الفردي بقي السالب سالبا واحد على ثلاثة مرة حد موجب مرة حد سالب حلو فشو كيف فكها سالب واحد زايدا نص سالب واحد زايدا واحد على اربعة ناقص واحد على خمسة انسون فكوا بس عوض عوض بالعدل تنتبهي الاشارات طيب هنا قال لك ان على ان زايد خمسة عادي جدا خليني مسح دا ونحل يلا يساوي اعوض اول مرة حسب معطنية انسون واحد فاعوض واحد على واحد زايد خمسة كم ستة زايد الآن لين يساوي اثنين حلو فاعوض عن في البص انسون يعطيك اثنين على اثنين زايد خمسة كم فيها سبعة زايد انسون ثلاثة البص ثلاثة على ثلاثة زايد خمسة ثمانية زايد انسون اربعة اربعة على اربعة زايد خمسة كم في تسعة انسو ان. حلو? اكتب ثلاثة اربع حدود وتكفي بس. واضح ان شاء الله؟ خيب برضو السؤال اللي بعدوا تعود مباشر ما فيه اي اشكالية تعالوا نشوف. عوض بالعداد هنا. اول مرة ان يساهم واحد يلا خلينا نمسح هذه. جدر الواحد خلينا اخلي زمانية جدر واحد بواحد على ان زايد واحد زايد واحد كم فيه اتنين? زايد. س pesis 2 2 1 3 3 3 1 4 4 5 5 5 3 4 تكفي. واضح ان شاء الله. هذا السؤال بسيط جدا. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. بيقول لك انا اعطيتك اعطيتك المفكوك. لثلاثة اربع حدود. اباك تكتب لي الصيغة على شكل سيغمانوتياشن. يعني اباك تكتب لي سمياشن جواناش يساوي. حلو? طيب. تعاون نبدأ. يلا بسم الله. هيركزوا معي في المسايا اللي زي كده. هي مية صعبة لك انت حاول انت ايش تيوصل للصيغة ايش المطلوبة. السؤال رقم اربعة سولفت بروبلمز. اوكي. سولفت بروبلمز. رقم اربعة. عندكم في سلايد. احداش. او سؤال سلادي اطناش. يلا. قال لك اعطيتك. هو يعطيك ثلاثة اربعة ترون. انت تحاول ايش توجد الصيغة اللي فيها ان. اتنين ضرب ثلاثة. زايدا. واحد على ثلاثة ضرب اربعة. زايدا. واحد على اربعة ضرب خمسة. زايدا. واحد على خمسة ضرب ستة. زايدا. خلاص. يكفي. هو يعطيك ثلاثة اربعة ترون. الان يباك تكتب على صيغة سميشن. يعني تقول سميشن. من ان يساوي كذا لما نهاية يكون جوة حاجة. حلو? هذا المطلوب منك. اوكي نقول سوليوشن. اول شي اطالع. ما انه عندي بص مقام. امسك البص لحال والمقام لحال. اول شي اشوف اين حدود موجب سالب موجب سالب. اذا. خمسك البص لحال. غيب نكتب ايش البص. قد انك تسميشن. البص عندي قارنه. هنا واحد. هنا واحد. هنا واحد. هنا واحد. هنا واضح انه ما تغير البص فيك وعندك البص واحد حلو طيب شوفوا معايا عندي عددين في عددين في المقام صح انا خلاص حليت البص جبت ايش اصيغة حكت البص المقام امسكوه العادة الاول هنا كان اتنين بعدين ثلاثة بعدين اربعة بعدين خمسة صح طيب يعني اجي اقول لك هنا اول شي لحظوا معايا الممكن ابدأ العداد من الرقم غير الواحد او الصفر نعم عادي ام تبدأ العداد باي رقم مو شرط انا هو يكون صفر لمكن ان تبدأ العداد عندك بين يساوي اثنين فلاحظوا معايا لو انا خليت الان يساوي اتنين حيركزوا معايا مو هنا كان اثنين بعدين صار تلاتة بعدين صار اربعة معناته numbering معناته عداد فعبارة عن ان اذا العدد الاول هنا كان ان اثنين بعدين ثلاثة بعدين اربعة بعدين خمسة حيكون عندك ان. لما ان تساوي كم? ها تحط المجموع السميش من بدأت ان تساوي اثنين. طيب باقي العادة الثانية. هي شيكوا معايا. العادة الثانية كان ثلاثة. بعد انصار اربعة. بعد انصار خمسة. هو برضو بعداد نمبر ان لكن مش ان. ان زايد واحد لانا بدأ العداد باثنين. فتفتح قوس. ان زايدا واحد. اوكي واضح? اعيد واكر العداد مو لازم ابدأ من الواحد. انت بكيفه? نختر الطريقة اللي تعجبك. حسب السؤال. واضح كيف حالين يسميش? هاد هو. هاد هو السؤال. هاد حال السؤال. اوكي? طيب. الفقرة الثانية. مثلا فقرة بي. جاء قلي واحد على اربعة. ناقص واحد على تسعة. زايدا واحد على ستعش. ناقص واحد على خمسة وعشرين. دقيقة. طيب. اول شي لاحظوا معايا عندي الحدود. حد موجب. حد سالب. حد موجب. حد سالب. اه رح تدوجل سالبا واحد اس. اما اقول ان زايدا واحد او ان ناقص واحد او ان عادي. يعني مصعب لازم هيكون عندي الاس هنا. ان زايدا واحد او سالبا واحد او ان ناقص واحد. لا مشر. حسب ما ينتبدا العدال. اول شي لاحظوا معايا. خلينا اول شي. اول شي نشوف البصل. خلينا شو نقول نقول يساوي. سماشن. اوكي. خلينا اول شي. خلينا شوف اول شي عندك الحدود واحد موجب واحد سالب واحد حلو. طيب. يكون عندك سالبا واحد. اوس. طيب. تعالوا شوفوا المقام. لسا انا هنا ما كنا بتقول اوس حق البصل. تعالوا شوفوا المقام. المقام اربعة. بعدين تسعة. بعدين ستعاش. بعدين خمسة عشرين. اجتلاحظوا. مو كأنه. مو كأنه. لاحظوا معايا. مو كأنه هنا. هذا ان. وهذا اوس اتنين. لازم تحاولت انت تفكر كيف تجيبها. ان. اوس اتنين. يعني كيف يا مصعب. او معن اخر. لاحظوا معايا. شوفوا. كان هنا اربعة. بعدين تسعة. كانوا عدد مرفوع اللي هو كم. الاربع عبارة عن كم. هي فكروا فيها. اربع عبارة عن اتنين. وستنين. طيب. التسعة سيبوكم يا سالب. التسعة عبارة عن كم. ها. ثلاثة. وستنين. الستاشة عبارة عن كم. اربعة. وستنين. الخمسة عبارة عن كم. خمسة. وستنين. ها. وصد للصيغة معناتها ايش. اطالع على المقام عندي. ايش الثابت. قالوا الثابت. قالوا الثابت. قالوا الثابت. فيكون عندك هنا. وستنين. باقي جوه هنا. لحظوا معايا. كان اتنين. بعدين تلاتة. بعدين اربعة. بين خمسة عداد. فانا ممكن ابدا العداد منكم. عادي من اتنين. اتنين. ان يساوي اتنين. لما لا نهاية. يعني سيكون عندك هنا ايش. ان. حلو. باقي ايش. باقي الموجة بالسالب. الموجة بالسالب. حلو. طيب. لاحظوا معايا. عندى 1 عادة لاحظوا سالب سالب 1. طيب لو خليتудь جرب. انت لو خليت. زائد واحد. جرب. ه scenery El chatti. سيكون معك حد الاول موجة. مثلا. feat. En هو ساوي اتنين. تcolored Hz. قلنا انه ساوي اتنين. تنين زائد واحد. كم ثلاثة. صالب واحد اتنين Ü chatti. اثنين ناقص واحد يعطيك كم واحد وسالبا واحد اه وسواحد يعطيك سالب واحد برضو ما ينفع لانه الحد لو لازم يكون موجب طيب اشراك لو انا قلت سالبا واحد وسين تجرب هتبدأ الين باتنين يلا سالبا واحد تربيع يعطيك واحد بعدين ان يساوي تلاتة عداد فسعندك سالبا واحد وسلاتة ناقص واحد او سوري تلاتة ناقص واحد ها هنا اه قلنا ان يساوي اثنين صح سالب واحد تربيع بي هنا عندك اثنين ناقص واحد سوري هنا كده نعيدها بس نقيقة شوفوا انا لو قلت هنا هذا ما ينفع خطأ سرايكم لو قلت لكم سالبا واحد وسين والان تبدأ من الاثنين يلا فنقول اول حد عندك سالبا واحد وسين يطي عندك سالبا واحد تربيع يعطيك كم واحد طيب الحد التاني سالبا واحد ان وسلاتة انا الان ثلاتة انا بريدت مع عدد اثنين سالبا واحد سالبا واحد اשובها عندك يطلع ان يساوي أطريع الله اي أصوة كم واحد اي جدращ استخ別اني يطلعني راجعة ايه ها الحد شوف السؤال اللي بعده مثلا سميها فقرة سي قال لي هنا قال لك أعطاك الصيغة زي كده واحد على سبعة زايدا اثنين على تسعة زايدا ثلاثة على احد عشر زايدا اربعة على ترطى زايدا خلاص هيا شوفوا معايا بما انه عندي بص ومقام اشوف البص لحاول المقام لحاول ركزوا البص عندي هنا واحد بعدين صار اثنين بعدين صار اثنين بما انه عداد بيمشي فرق واحد فهذا ان فأجي اقول لك هنا اول شي سميشن من ان كان واحد فأبدأ من الواحد ان يسايا واحد امسك البص البص رفش انه ان لانه عداد واتفقنا المقام لاحظوا معايا ايش تلاحظوا بين عدد سبعة والعدد تسعة والعدد احد عشر والتطلاش هل هي اعداد زوجية ولا فردية اعداد ايش ها اعداد فردية ايش يعني اعداد فردية اعيد ماذا يعني اعداد فردية ايش القانون من حق الاعداد الفردية مصعب ها اذكركم بعبارة عن اثنين ان لك هل هي ثابتة لا ام ثابتة مرات ما يكون ثابت مرات انت تحتاج انك ايش مثلا تقول اثنين زايد واحد او اثنين ان عادي حسب السؤال حلو او تزود عليه عدد ما في شي فالعدد الفردي صيغته ممكن تكون اثنين ان يعني انت تحاول ايش هو مالو يعني كيف اقول لكم مالو صيغة محددة طيب مش رأيك لو قلت مثلا اثنين ان اجرب اثنين ان بس ابدأ العدد بواحد اثنين في واحد باثنين ما اضبط طيب مش رأيك مثلا لو زوت اثنين على الصيغة تجرب اثنين في واحد باثنين اثنين اربعة ما اضبط طيب يجريك لو خليت متلا هو بيزيد الى الرقمان بمقصفان لازم ازوين رأيك لو gåت لك اثنين ان زايد ان تلاتة انها بنجرب عدد تواحد اثنين في واحد باثنين زaware ثلاثة خمسة ما اضبط اه قربت ايش رأيك Только اول تؤلم اثنين ان زايد اربعة اثنين في واحد وهلا ثانية اثنين في واحد هو اثنين زياد اربعة ستة قربت خلاص واضح انها عبارة اثنين ان زايدا خمسة. جرب المقام ابدأ بالعدد بوا اثنين في واحد باتنين زي الخمس سبعة. حلو? واضح? هو كان عدد فردي. فهو اثنين ان لكن احتاج لنزود عليه الرقم. حلو? واضح ان شاء الله? اذا هذا هو عندكم. هذا هو الحل. طيب تعالوا شوفوا مثلا السؤال اللي بعده. انت تجرب واحد على اربعة ناقص واحد على ثمانية زايدا واحد على ستfunction ناقص واحد على اثنين وتلاثين انسوا. اول شيء اشتهي كان الحدود موجب سالب موجب سالب موجب سالب. نعم موجب سالب موجب سالب. فيكون عندي اول شيء عندي سالب واحد اس. هذا اول شيء. اول شيء يساوي عندك سميشن. طيب. هل ابدأ العدد من الواحد? شوفوا المقام انت. المقام عندك اربعة. بعد ان صار تمانية. بعد ان ستتاشة. هل يمديك اكتب امدي نكتب لصيغة الاثنين وسحاجة? نعم. الاربعة عبارة عن اثنين. والستنين. الثماني عبارة عن اثنين. والثلاثة. صح? الستاشة عبارة عن اثنين. 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 فيكون عندي هنا مقام. المقام عندك اللاسات ثابت اثنين. طيب ايش رأيك لو بدأت العدد من اثنين? عادي. لاحظوا معي. هنا لاحظوا الاث. كان اثنين. صار ثلاثة. صار اربعة. صار خمس معنات. انا اقدر اقول لك اثنين اثنين اثنين. الان. لما الان بدأت من اثنين صح. نامبرينك. اثنين الى ثلاثة واربعة. انتهت من المقام. باقي البسط. هو عندي. بما انه عندي حواحد موجب واحد سأقول سالبًا واحد أس. اما سالب واحد أس ان. زايد واحد او سالب واحد أس ان ناقص واحد او سالب واحد أس ان. حلو? طيب ازرب الآن سالب واحد أس إن سالب واحد أس إن أبدأ العداد بكم اثنين سالب واحد تربيع يعطيك واحد طيب أبدأ أقول العداد بعد أن كان العداد اثنين صار ثلاثة لو قال ثلاثة سالبا واحد بس ثلاثة سالب واحد آه خلاص وصلت الحد الأول موجب حد الثاني ثلاث فهيكون عندك في البص سالبا واحد أس إن واضح إن شاء الله فلازم الواحد يركز يركز في صيغة أش اللي معطينا إياها واضح إن شاء الله هذا البارتو بالتوفي